موسيقى 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 الحياة فقرة انا شخصيا سعيدة بيها جدا نقاء الشيخ دكتور احمد كريمة بارك الله وسعيدة جدا ان انا التقي بيه وسعيدة ان احنا نتحاور كده معاه في يعني نقاط مهمة مساء الخير على حضرتك وانا سعيدة جدا بلقاءك يا اهلا بسعادة الدكتورة واحنا والله اسعد وربنا يا ايديمك دايما رمز وقمة اعلامية اشكرك يا فاني انا الحقيقة ببساطة عايزة افتح كده معاك موضوع والموضوع بقى موجود بشكل سخيف فكرة الشماتة في الموت يعني يتوفى انسان وبعدين تبدأ انت تلاقي ناس تفضل يتشمد فيه بالكلمة يتشمد فيه ببعض الصور يتشمد فيه بانها قيل وقال وحكايات وفيديوهات واشياء كثيرة جدا يعني نعم فازاي وصلنا لهذه الاخلاق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في كتابه الكريم وكان امر الله قدرا مخدورا وكان ذلك في الكتاب مصطورا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله القائل ان الروح القدس اي جبريل عليه السلام نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وبعد فأولا أحييكي وشرف لي أن أكون في صحبتك في هذا البرنامج الواعي شرف لي يا فاندم الله وطرح هذه القضية المأسوية ألا وهي الشماتة في الموت غريبة كل الغرابة عن تقاليدنا الشرقية بصفة عامة سيدتي في الأخلاق الجاهلية اللي هي العصور الوسطى يعني الجاهلية في التاريخ العربي يقابل عصور الوسطى قبل الإسلام كان من شيم الأخلاق أو من مكارم الأخلاق أو من قيم الأخلاق عدم الشماتة حتى بالأعداء يعني لما جاء سويد الأزدي رضي الله عنه في وفد إلى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فالمهم الرسول لما أعجبه ما رأى من سمتهم وزيهم وفصحتهم إلى آخره قال من أنتم قمنا مؤمنون قال مهلا فإن لكل قول حقيقة فما حقيقة قولكم قالوا خمس آمنا بها وخمس عمنا بها وخمس تخلقنا بها خمس الإيمان معروفة وخمس برضو الإسلام معروفة خنافي الخمس الأخلاق التي كانت في الجاهلية قبل الإسلام قالوا الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والثبات عند اللقاء وطرك الشمات بالأعداء بالأعداء مش بالأشقاء لو حتى ما تشمتش في عدوه في عدوه شوف جنابك إخلاق ما قبل الإسلام ما يعني كانت في الجاهلية لما جاء الإسلام أبقى على هذا الخلق طبعا وزاده النبي إضاحا فقال صلى الله عليه وسلم لا تزر الشمات بأخيك فيرحمه الله ويبتليك شوف هنا بقى على فكرة الذي شمت به يعني ربنا يقدم له رحمات وإنت تبقى المبتلة بالضبط الجزاء من جنس العمل فالحقيقة أنا معك أن الموضوع يحتاج إلى دراسة من علم الاجتماع وطبعا يقع علينا نحن في العمل الأكاديمي أو الدعوي مسؤولية كبيرة لأن دي قيمة أخلاقية تسللت بسلبياتها بدل الإيجابية